امسك في حلمك مع مصر التعليمية كلنا لازم نمسك في حلمنا كلنا لازم نمسك في اهدافنا كلنا لازم نكون طموحين كلنا لازم عايزين البلد دي تبقى احسن بلد في الدنيا امتى تبقى لما يكون عندي حلم وامسك فيه ولازم حققه دي المقدمة بتاعتنا النهاردة برنامج مصر التعليمية لابنائي وابناتي طلبة وطالبات الصف الاول الادادي رجعنا لكم مرة تانية بعد مرور ايام علشان نبدأ نتكلم في منهجنا اه الاغنية حلو قوي الجنب تاعلي زين كان جميل جدا رفعت النطرة بتاعت رفع الاسطال كل ده جيب ايه جيب التحدي وجيه بالاسلوب المدروس والعلمي كل حاجة في الدنيا انت مش هتحقق بطل اولمبي الا بالاسلوب الايه بالاسلوب العلمي الا بالمعرفة ان انا اتعلم لو لان فريق كرة اليد ماشي على اسسه علمية ما كانش اصل للعالمية لو لو رفع الاطقال في مصر ماشي على اسلوب علمي ما كناش وصلنا للعالمية يبقى لازم عندي كله يمشي على اسس علمية وده اللي موجود معنا النهاردة مع مصطفى صادق الرافعي لما او الرافعي لما في درس فضل العلم والعمل ان عشان خطر اوصل واوصل للعالمية لازم العلم والعمل الاتنين ماشي متوازين مع بعض هنحقق العالمية وهنوصل نبقى حاجة كبيرة جدا تعالوا نشوف مع بعض النص بتاعنا فضل العلم والعمل لمصطفى صادق الرافعي بيقول ايه ان المعارف للمعالي سلم واؤلو المعارف يجهدون لينعموا والعلم زينة اهله بين الورى سيان فيه اخو الغنى والمعدم سيان فيه اخو الغنى والمعدم ان المعارف المعارف هنا المقصود بها العلوم للمعالي اللي هو المكان الرفيع العالمية المعالي هنا المقصود بها المكان العالية المكان العظيمة سلم هو ده الطريق طريق للعالمية بس ما يقعد جيلك في الامتحان وتقوله المعالي عن العالمية لا انا باتكلم عن متى للمكانة الكبيرة العلم وقلوا المعارف يجهدونه لينعمه قلوا المعارف دي سواء كان اشخاص او دول الناس اصحاب العلم اللي بيدوروا على العلم بيدوروا على البحث العلمي بيدوروا على تطوير العلم بيتعابوا جمد اوي يا جماعة عشان ايه عشان ينعموا وعيشوا في رخاء والعلم زينة اهله بين الوراء سيانه فيه اخو الغنى والمعدم اخو الغنى والمعدم هنا عندي هنا ايه العلم زينة اهله بين الناس الانسان المتعلم النهاردة لما نيجي نقول من اللي مصر بتفتخر بيه اوي 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 احمد زويل رحمة الله عليه من تاني دكتور مجد يعقوب الناس دي ايه ناس علماء علماء في مجالاتهم فزينة في وسط الناس دايما بنفتخر بيهم جامعة زويل واستشفات مجد يعقوب دكتور مجد يعقوب محافظ الالقاب فاحنا هنا العلم زينة اهله بين الوراء سيانه فيه اخو الغنى والايه والمعدم العالم العلم او العالم انسان دايما بيتزين بالعلم مهما كانت ايه مهما كانت درجة فقره او درجته الاجتماعية العلم للناس كلها العلم للغني والعلم للفقير بصت بقى مواطن الجمال كده واحنا بنقرأ ان المعارف للمعالي سلمون هنا اسلوب مؤكد بان وشبه المعارف شبه الايه المعارف اللي هي العلوم والمفردها معرفة شبه بالسلم الذي يوصل للمعالي اللي هي المكانة الرفيعة يبقى فيه عندي تشبيهين هنا بقى عندي تشبيه المعارف بالسلم وتشبيه المعالي ببناء وصرح عظيم نصل به نصل اليها عن طريق العلم واقولوا المعارف يعني اصحاب العلم يجهدون ليه لينعموا يجهدون يعني يكتهدون واشقون على انفسهم ايه النتيجة عشان ايه او ايه التعليل عشان ينعموا ينعموا يعني ايه ينعموا يعني يرتاحوا بعد كده يعيشوا في رخاء والعلم زينة يبقى شبه العلم بالزينة اهله بين الوراء الوراء اللي هو الناس خلي بالكم من كلمة الوراء دي عشان هجلكم بعد كده كتير في السنوات اللي جاي سيان يعني متساويان فيه اخو الغنى والايه والمعدم بين اخو الغنى والمعدم بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحه ومفرد كلمة سيان سي نبص اللي بعدها فالشمس تطلع في نهار مشرق والبدر لا يخفيه ليل المظلم الشمس تطلع في نهار مشرق هنا شبه العلم بالايه بالشمس الذي يضيء الكون ويجعل الظلام ويجعل الجهل نورا يحول الجهل الى النور والشمس تطلع فالشمس تطلع في نهار مشرق والبدر لا يخفيه ليل المظلم خلي بالك هنا من النقطة دي والبدر لا هنا شبه شبه العلم بتشبيهين جمال قوي شبهه بالشمس اللي بتضيء الدنيا كلها وشبهه بالبدر اللي هو الامر للت اربعتاشر للت اكتماله لا يخفيه ليل المظلم مهما اصلا من الليل يعني الدنيا ظلمة خالص والنور قطع كله بس الامر باين في السنة فالعلم دايما واضح وبارز وهو اللي بيضيء الظلام على الانس واخو العلا يسعى النتيجة فيدركه ما بتقstand يسعى يعني ايه اخو العلا اخو العلا هنا اللي هو المقصود بمين اللي هو الانسان دايما اللي عنده رغبة جديدة جدا 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 في انه يبقى عنده حاجة عالية احنا المرة اللي فات اتخذنا سبيل النجاح والانسان الطموح هو اخو العلا الانسان الطموح هو اخو العلا يعني الرجل الي بيبذل مجهود كبير جدا عشان قاطر يوصل لحق احلامه ويوصل للمكانة اللي هو عوزها طب ليه قال لك أخو العلا ما قالش صاحب العلا أو زي ما قال فوق وزو العلا قالوا لأن كلمة أخو تدل على شدة المنازمة لما نقول وأخو العلا شدة منازمته وإصراره على طلب العلا على طلب العلا يعني طلب المكانة العظيمة وأخو العلا يسعى يعني يبزي المجهود ويتعب إيه النتيجة؟ فيدرك ألفاء تدل على السرعة هو فيدرك مبتغى يدرك مبتغى إيه هو اللي بتغاه اللي هو المكانة العظيمة وسواه بقى تعالى للنقيد التاني بقى الشخص اللي كسول اللي نايم للنهار اللي ما بيذكرشي ويقولك المنهج صعبة والامتحانات قربت ومشان حقالين من المنهج ومشان حعمل حاجة طب ما أنت كنت فين في الأول أنت طول الشهرين اللي فاتوا كنت فين وسواه من أيامه يتظلموا الإنسان ده بيلقي اللوم على الأيام يقولك الزمن هو اللي عمل فينا كده الناس هم اللي عملوا فينا كده المدرسة هي اللي عملت فينا كده أهم أنت كان قدامك البورس أقولوكم بس على حتة خاصة بالنقطة دي بطول خبرتي في التدريس نحن عندنا في طلبة بتطلع عوائل دايما وفي طلبة شاطرين بس ما يطلعوش عوائل الفرق ما بين الاتنين والله الاتنين واحد نسبة الزكاء واحدة نسبة التحصيل سريعة زي بعض لكن الفرق الرجل اللي بيطلع الأول ده عنده طموح فبيبزل مجهوده وربنا بيحاسب إيه؟ ربنا بيحاسب الإنسان على زكاءه ولا على مجهوده؟ بيحاسب الإنسان على مجهوده ده بيتعب على فكرة وبيبزل مجهود كبير جدا وبيتذكر كل يوم وبيتذكر كل مادة كل يوم لكن صاحبنا التاني معتمد على زكاءه بس زكاء من غير دي ماينفعش زكاء من غير اليد اليد هنا رمز للعمل من غير ما تتعب وتكتهد وتبزل مجهود كبير ماينفعش وسواه اللي هو غيره من أيامه يتظلم وانا شبه الايه شبه الايام بشخص يتظلم منه او يشكو منه هذا الشخص الايه الكسول والخاملون اذا غدوت تلومهم تعالى بقى للشخص الكسول ده لو انت اصبحت بقى كده واغده واقعدت تتعبه وتلومه على انه ايه على انه يا اخي قوم زاكر يا اخي قوم اتحرك يا اخي قوم ادفع نفسك للامام يا اخي بص لزمالك لطرعين الاوائل مليش ده او حاج طب قوم زاكر اللي ذاكروا اخدوا ايه حسبوك ايه في اسماعهم تترنم بيفتكروك بتغني عليهم زا ما بيقولوا كده ياخدوا كلامك على انه لحن جميل وبيخش من هنا وبيعد من هنا تترنم يعني ايه يعني تلحن او تغني كأنك بتغني عليهم يسمع الاغنية من هنا ويفوتها من هنا خلاص اصارها انتهى بانتهاءها يعني يسمع الاغنية ويبقى مبسوط قوي وعمل يضحك ويهرج ومش عارف ايه ومتفاعل مع الاغنية من سواء ان اغنية حزينة بقى اغنية جميلة بيتفاعل معاه واول ما تخلص الاعداء اللي احنا عادين فيها يخرج كأنك ايه يا بو زيد مغازيد زي ما بيقولوا كده تخش الكلمة من هنا وتطلع من هنا طب ليه استخدم حسبوك لان حسبوك فعلي يدل على الشك ويدل على سوق إدراكهم في الناس احياء كاموات الوغة الوغة اللي هو الحرب الوغة اللي هو الايه الحرب في الناس احياء كاموات الوغة هنا شبه الناس الاحياء الكسالة كالميت في المعركة او كالميت في الحرب واخذوا الاسنة فيهم لا يؤلموا يعني ايه واخذوا الاسنة فيهم لا يؤلموا قالك مهما الانسان ده هو هنا شبه عندي ده هنا بني عندي تشبيه تمثيلي في الناس احياء كاموات الوغة شبه الاحياء دول كاموات ايه وجه الشبه ما بين الاتنين او ايه الصورة واخذوا الاسنة زي ما أنا بعد أنصح فيه الكلام ما بيأيه ما بيأثرش إلى هنا ولا بيأثر هنا في القلب ما بيأثر في الدماغ ولا بيأثر في القلب زي الميت في المعركة اللي اتنين عندهم عدم إحساس بالإيه عندهم لا مبلاء الميت لكن أنا يمكن بنقول التشبيه ده يعني مصطفى صادق رفد أستاذنا من فوق لكن مع الناس لازم تفهم لا إن خلي بالك إن ميت المعركة لا راجل بزا المجهود وراجل شهيد وراجل شهيد لكن إنت لأ إنت مش شهيد إنت راجل إنت اللي مستضعف لكن الراجل ده دخل في المعركة وبزا المجهود لكن هو بيأخد الصورة ككاملة كصورة الميت في الحرب كصورة الميت في المعركة واخذوا الأسنة يعني طاع عن الأسنة اللي هو النصل بتاع السيف أو النصل بتاع البندقية تغبط فيه خلاص ما هو ميت ما عندهش إحساس هو هنا خد الجزئية بتاعت عدم الإحساس بس فهنا شابه البني أدم اللي ما بيسمعش النصيحة أو اللي ما بيتقبلش النصيحة أو ما بيعملش بيها مش هنقول ما بيتقبلاش فيه ناس بتتقبل النصيحة لكن للأسف فين مردود النصيحة أقولك زاكر والناس عملت وعملت وعملت وعايزينك تبقى كذا وكذا وكذا وربنا هيكرمك وهتبقى أحسن واحد في الدنيا ياخد الكلام ويتأثر بكلامك أقولك والله كلامك صح أنت فعلا أنا دلوقتي حالا ولا أقولك خليها بكرة الصبح أبدأ زاكره خلاص عرفنا كده أنه وصحبنا ده إيه خلاص هيكبر دماغه فأنا باتكلم في إيه في النقطة في الناس أحياء كأموات الوغى واخذوا الأسنة فيهم لا يؤلموا فاصدم جهالتهم بعلمك إنما صدموا الجهالة بالمعارف أحزمه عايز تواجه الجهل قابله بالعلم ما تواجهش الجهل بجهله يعني ما تواجهش الجهل بجهل فاصدم يعني واجه جهالتهم بعلمك لازم نعالج الجهل إحنا عندنا حاجات كتيرة أخلي بالكم يعني فيه حاجات كتيرة أو موجودة في المجتمعات العربية ومجتمعات عامة المصفة عامة تدل على جهالة الناس زي الشعوزة وزي السحر وزي الكلام ده كله طب أواجه إزاي بالعلم إن أنا لازم أعرفه إن العلم بيقول إيه على أساس إيه طب أعمل إيه أعلمه برضه أعلمه عشان يخرج الخرافات يا ما كان فيه خرافات في دماغنا زمان لكن بالعلم وبالتعلم قدرنا إن إحنا نخرج الخرافات دي من دماغنا خالص يبقى نشر العلم يؤدي إلى إزالة الخرافات وإزالة الجهالة من أقول الناس إنما صدموا الجهالة بالمعارف أحزمه أقوى حاجة أحزم يعني أقوى وأشد أقوى حاجة إن أنا أقدر أواجه به الجهالة بتاعت الناس إن أنا أعلمهم وإنشر العلم اللي موجود عندنا نروح لمواطن الجمال بقى إن المعارف للمعالي سلم أسلوب مؤكد بأنه وفيه تصوير العلم بالسلم الذي يوصل الإنسان للمجد والرفع وفيه بيان لأثر العلم في حياة صاحبه وجاءت كلمتين كلمتها المعارف والمعالي جمعاً ليدل على كثرة العلوم وتنوعها وكثرة وتنوع صوب للمجد خلي بالكو بقى من النقطة دي هو طب أنا عندي هنا فيه تقديم وتأخير إحنا تعودنا قبل كده إن لما لقي جر والمجرور في النص فيه عندي جملة هي متكونة من أربع كلمات فيه جر والمجرور واعي في النص على طول أو ظرف على طول أقول إيه أقول أسلوب قصري وفيد التخصيص والإيه والتوكيد بتقديم الجر والمجرور يجهدون وينعموا استخدم الشاعر الفعل المضارع فيه يجهدون وينعموا يدل على التجدد والإيه والاستمرار واستحضار الصورة يجهدون وينعموا وجاءت استخدام واو الجماعة اللي يدل على مفيش فرق ما بين اللي بيتعب آسف إن كل اللي بيتعبوا ربنا سبحانه وتعالى بيكرمهم يعني كل البني آدم إن الله لا يضيع أجر من أحسن إيه من أحسن عملا فهنا صاحبنا ده يجهد وينعم يدل على التجدد والاستمرار شغال على طول والنعيم مستمر لينعموا تعليل لما قبلها والدليل على كده لام التعليل اللي موجودة عندنا مع الفعل ينعموا اللي جعلته فعل مضارع منصوب على ما تنصب حاسف النور نحو برضو لازم تخلي بالك النازم بيقى فيه نحو معانا تعليل لما قبلها وتوحي بأثر العلم في حياة الإنسان واستخرج لي من هذه الفقرة ها واستخدم لي من الكلمتين دول ضمير هبص ما احنا خدنا الضمائر المتصلة أو الضمائر المنفصلة هل هنا في ضمير منفصل ما فيش ضمير منفصل أمال فين قال لي وو الجماعة هنا ضمير هبص اللي اللي بعدها وقولوا المعارف يجهدون تعبير جميل يدل على أهمية بذل الجهد والكفاح من أجل العلم وتكرار كلمة المعارف التأكيد على أهمية العلم لا ينصلح شيء إلا بالعلم والعلم زينة أهله بين الوراء سيان فيه أخو الغنى والمعدن العلم زينة تصوير للعلم بزينة تزين وتجمل صاحبها أو تزين وتجمل صاحبه وجاءت كلمة العلم معرفة لتفيد التعظيم معرفة للتعظيم الوراء جاءت معرفة لتفيد الأموم والشمول الوراء مقصود بكلمة الوراء هو الخلق والناس يعني كلمة الوراء لما يجي لك في معاني الكلمات يقصد بها إيه حاجتيني إما الخلق والناس أو كلاهما صواب طب لو جدت هنا ما بيجي يقولك كلمة الوراء مراضفها أو معناها الخلق أو الوراء أو كلاهما صواب اخترت كلاهما صواب إجابتك صح اخترت الخلق بس غلط اخترت الناس بس غلط يبقى لازم اخلي بالي من الاسئلة الاختيارية دي سلاح زحدين سيان تعبير جميل يوحي بالمساواة بين الناس في العلم لا فرق بين الفقير والغني في العلم فكلاهما من حقه طلب العلم وكلاهما على فكرة عايز اقول لكم على حاجة معظم العلماء كتير او من العلماء اصلا اصلا فقير طب من الذي رفع من قيمته العلم والعلم يرفع امة والجهل يخفض امة ويذلها والعلم يرفعها اجل مقام ده بيت شعر هتاخدون ان شاء الله بعد كده والجهل يخفض امة ويذلها والعلم يرفعها اجل مقام الانسان بالعلم او الامم بالعلم ترتفع الى اعظم مكانة في الحياة الشمس تطلع في نهار مشرق تعبير جميل حيث شبه العلم بالشمس المشرقة وجاءت نهار ومشرق نكرتان للتعظيم وبين شطري البيت الثالث مقابلة توضح المعنى ايه هما الشمس تطلع في نهار المشرقين هنا بيتكلم الصبح والبادر لا يخفيه ليل مظلمهم بيتكلم امتى بيتكلم بالليل يبقى فيه مقابلة ايه المقابلة دي ايه الفرق ما بين المقابلة والطباق او المقابلة والتضاد قلنا ان الطباق او التضاد ما بين لفظتين بس لكن المقابلة ما بين ايه ما بين شطري الشعر ما بين شطري البيت البدر لا يخفيه ليله من مظلمه تعبير جميل حيث تشبه العلم بالبدر والجهل بالايه بالليل المظلم وبيان لاثر العلم في القضاء على الجهل البدر لا يخفيه ليل مظلم اصحى معايا البدر لا يخفيه ليل مظلم الاول هناخد الجملة عندنا نوع الخبر البدر ماله لا يخفيه ليل البدر تتعرب المبتدأ وفين الخبر بتاعه جملة لا يخفيه ده خبر جملة فعلية فعلية ده اول حاجة عندنا هوا ده عندنا هوا طيب قال لي ده السؤال بتاع المبتدأ والخبر قال لي طبعا نعايز ضمير وحدد دلالته يعني ضمير النصب ولا ضمير الرفع ولا ضمير غايبة احنا خدنا ضمائر النصب صح ألي اه وخدنا ضمائر الرفع ألي اه قال لي انا عندي الضمير الوحيد اللي انا شايفه هنا الهاء دي اه طب الهاء دي ضمير نزو ولا ضمير رفع طب تعالنا نفتكر مع بعض ضمائر الرفع كده نون النسوة وتاء الفاعل ونال فاعلين دي لنون نسوة ولا تاء فاعل ولا نال فاعلين طب نشوف الايه المربع بتاع الافعال خمسة واو الجماعة في واو جماعة لا الف لتنين لا يا المخاطبة لا يبقى ده ضمير نزوة على طول غير ما فكر طب ليه ماينفعش ليه ضمير جر لان ضمير الجر بيجي مع الاسماء بس لكن اللي بيجي مع الافعال يا اما ضمير نزوة ما هو يخفي ده فعله يا اما ضمير نزوة يا اما ضمير رفع فمافيش ولا ضمير من ضمائر النزوة الموجود عندي اه آسف مافيش ولا ضمير من ضمائر الرفع الستة موجود عندي اما للهاء دي قالك هاء الغايبة ضمير نزوة هاء الغايبة ضمير ايه ضمير نزوة يبقى فيه محل نصب المفعول بيه ومن فين الفاعل مش احنا قولنا قبلي كده ازاي نطلع الفاعل قال لك اه ازاي قالك نقول له ايه من الذي او من الذي يخفيه لا يخفيه او من اللي لا يخفيه قال لي ليلي يبقى ليلي هنا ايه اه عليلي هنا فياعل مرفوع علامة رفعية الضم لان الليل هو اللي بيخفي البدر الليل هو اللي بيخفي ايه هو اللي بيخفي البدر والهاء هنا تعود على مين قال لي تعود على البدر قال لي ايه ده مش دا يبقى خبر جملة في اسمية ليه قال لك مش في ضمير يعود على المبتدأ قلنا له اه طب يبقى خبر جملة اسمية ما احنا قلنا يا جماعة ان الخبر الجملة الاسمية لازم تلت ثلاث ثوره يأما ضمير منفصل العلم هو أساس الحياة تلمته هو يبقى ده الضمير اللي يعود على المبتدأ أو العلم فوائده هو 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 كثيرة اسمه متصل به ضمير زي التكملة أو حرف جر العلم له أفضال حرف جر متصل به ضمير أو ظرف متصل به ضمير قلنا في الثلاث أحوال دول يبقى الخبر اللي عندي جملة اسمية طب ما في ضمير يا عم أنا قلت إيه أنا بقول يا ضمير اسمه متصل به ضمير يا حرف جر متصل به ضمير ده ايه بقى ده فعل متصل به ضمير يبقى خبر جملة في الإعلام الغaws eagle مفكر الناس بتقع في الحتة دي يقول لك العلم فوائده هو كثيرة يبقى هنا ايه يقول لك فوائده كثيرة خبر جملة اسمية ليه لاني فيه اسمه فيه ممتدأ ثانية العلم له فوائد فيه جملة اسمية متشقلبة وله هو له متصل بضمير حرف جر او ظرف متصل به ضمير زي دي التكملة قلنا جملة اسمامة شالبة يعني المبتدأ الثاني بيجي بعد خبره لكن هنا ده ايه جملة فعالية اه نرجع بقى تاني للنص الشمس والبدر والنهار والليل النهار والليل ومشخ ومظلم والغني والمعدم كلها تضاد يؤكد المعنى ويوضحه اخ العلا يسعى تعبير جميل يدل على بذل الجهد والاجتهاد في تحصيل الالم وتصوير جميل للعلا بانسان له اخ يسعى له اخ يسعى انسان له اخ يسعى طيب ركز معايا بقى ايهنا في الحتة دي قوي السؤال بيجي في الامتحان يقولك لماذا شبه العلا او لماذا اضاف كلمة اخ لكلمة العلا السؤال ده مهم السؤال ده مهم اضاف كلمة اخ لكلمة العلا ليدل على شدة حرصه على طلب العلم وملازمته للعلم في حياته السؤال البعض فيدرك مبتغى نتيجة لما قبلها واستخدام الفئة تدل على الترتيب والسرعة في الوصول لما يريد فيدرك مبتغى وسواه من أيامه يتظلم سواه من أيامه يتظلم تصوير للأيام بإنسان يشكو منه الجاهل واستخدام الفعل المضارع يتظلم يفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصورة طب كلمة من أيامه اللي احنا سقطناها دي ايه هنا جينا جر ومجرور في النص هنا اسلوب توكيد او اسلوب قصر وتوكيد اخ العلا يسعى وعكسها سواه من أيامه يتظلم بين الشطرين مقابلة توضح المعنى وتقويه ركز معه هنا في حتة دي هو مقابلة ما قلناش تضاد لانه في الشطر الاولاني بيشرح فئة من الناس والشطر الثاني بيشرح عن فئة اخرى خالص معاكسة ليها يبقى ده مقابلة ما بين الاثنين طب انا عايز ازود حاجة سواه من أيامه يتظلم احنا قلنا لو الجر المجرور جي في النص بايه اسلوب قصر يفيد التخصيص والتوكيد بتقديم الجر والمجرور حسبوك في اسماعهم تترنم نتيجة لما قبلها نتيجة لما ايه قبلها والخاملون اذا غدوا تتلومهم ايه النتيجة حسبوك في اسماعهم تترنم نتيجة لما قبلها وتعبير جميل يدل على جهل الخاملين وعدم احساسهم بالايه بالمسئولية في الناس احياء كاموات الوغة تصوير جميل للجاهلين بالاموات الذين لا يشعرون بالحياة وكلمة الوغة اللي هي الحرض واخذوا الاسنة فيهم لا يؤلموا تعبير جميل يدل على عدم الشعور والاحساس بما يدور حولهم في الناس احياء حتة بتاعت النحو بتاعتنا في الناس احياء دي جملة ايه احنا قلنا الجملة اما تبدأ باسم اما تبدأ بفعش ان تبقى جملة اسمية جملة فعالية قال لي طب ما دي بدأ بجر ومجرور واحنا قلنا بقى ان احيانا يتقدم الخبر على المبتدأ فاذا بدأت الجملة بجر ومجرور ده في حرف جر والناس اسمه مجرور ده شبه جملة اه شبه جملة في محل رفع خبر مقدم يبقى اذا بدأت الجملة بجر ومجرور فاعلم ان المبتدأ مستخب جوه الجملة حلو باعلم دي بقى ركز بقى معك في الحتة دي في الناس ايه بقى احياء اما الاحياء تتعير بايه قال لي مبتدأ مؤخر مبتدأ ايه مؤخر يبقى انا عندي هنا كده نبص بسرعة كده مع بعض ناخد الجزء اللي مبتبقي هنا تلوموهم وتترنموا احياء واموات واخذ ولا يؤلم تضاد يوضح المعنى ويقويه وتقديم الجر والمجرور من ايامه جمعتهم كلهم بعض وفي اسمعه وفي الناس يفيد التخصيص والتوكيد كده احنا خدنا مواطن الجمال بتاعت النص دفتنا نظر لبعض دروس النحوية كأنواع الخبر اللي كانت معنا قبل كده كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا نتمنى يا رب نكون حققنا اللي انتو نفسكوا فيه وانتظرونا في الحلقات القادمة ان شاء الله حلقات اللي جاية كلها هتبقى مراجعات حتى الجزء المتبقي من المنهج هتدخله في وسط المراجعات على اساس يبقى الدنيا كلها معنا وهيبقى في سؤال من الحلقة اللي جاية ان شاء الله يبقى في حاجة اسمها سؤال الحلقة ولادنا يجاوبوا عليه سواء عن موقع البرنامج او من خلال اليوتيوب نشوفكم ان شاء الله بإذن الله في لقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته